السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء التلاميذ متتبعين قناة بروف فاطمة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اليوم سوف ننجي صفحة 74 لكتاب جيد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي درس اليوم هو التناسبية 1 الرأس مال وسعر الفائدة إذن التناسبية 1 هي la proportionalité الرأس مال لكابيتال وسعر الفائدة لطو دانتغي قبل بداية إنجاز هذه التمارين سوف أشرح شيئا ما هذه التناسبية الرأس مال وسعر الفائدة إذن نمر إلى هذه الخلاصة إذن إذا كان سعر الفائدة في بنك هو 6% فهذا يعني أن كل مئة درهم تودع في البنك لمدة سنة كاملة يؤدي عنها البنك 6 درهم لفائدة المودع إذن المودع هو الذي يضع هذه المبالغ في البنك إذن عندما يذهب إلى البنك ليدعى واحد المبلغ مالي إذن البنك يذكر سعر الفائدة يعني كل سنة ما هو سعر هذه الفائدة إذن هنا مثال المبلغ المودع في البنك يسمى الرأس مال إذن المبلغ المودع في البنك يسمى الرأس مال بالفرنسية الكابيطال والفائدة لمدة سنة كاملة تسمى الفائدة السنوية الفائدة السنوية هي الفائدة السنوية هي الانتغي الانتغي كن با رسفوه إذن مثال إذن هنا نفهم جيدا هذا الدرس إذن وضع مبلغ قدره خمسمائة درهم في بنك بسعر ستة بالمئة إذن ذهب شخص ووضع خمسمائة درهم في بنك بسعر ستة بالمئة إذن ستة بالمئة هي ستة على مئة تساوي صفر فصل صفر ستة وعليه يكون مبلغ الفائدة السنوية بالدرهم هو تلاتون درهم إذن كيف؟ إذن ضربنا المبلغ الذي وضع في البنك اللي هو خمسمائة درهم في الفائدة في سعر الفائدة اللي هو ستة بالمئة اللي هو صفر فصل صفر ستة ضربنا المبلغ في سعر الفائدة وعطانا هذه الفائدة ديال هذا المبلغ فائدة السنوية اللي هي تلاتون درهم إذن كم أصبح المبلغ لدى هذا المودع لهذا الشخص المودع الذي وضع خمسمائة درهم بعد مرور سنة إذن أصبح كم؟ أصبح خمسمائة درهم زائد تلاتون وأصبح المبلغ هو خمسمائة وثلاتون درهم إذن بعد سنة أصبح المبلغ لدى هذا الشخص خمسمائة وثلاتون درهم إذن هنا سياغ أساسية يجب أن نتبعها لإنجاز هذه التمارين إذن حفظه جيدا هذا أتذكر باش يمكنكم تنجزوا هذه التمارين إذن الفائدة السنوية للبحث عن الفائدة السنوية نضرب الرأسمال في السعر قسمة 100 للبحث عن السعر فائدة السنوية في 100 قسمة الرأسمال وللبحث عن الرأسمال إذن الفائدة السنوية في 100 قسمة السعر إذن في بعض الأحيان كي تكون هذه الفائدة السنوية ليست سنة إنما مثلا أشهر مثلا ستة أشهر خمسة أشهر 8 أشهر إذن كيف البحث عن هذه الفائدة لمدة شهور معلومة أو لمدة شهور معلومة نعم إذن كندرب الرأسمال في السعر في عدد الشهور مثلا إذا كانت 8 أشهر كندرب الرأسمال في السعر إذن في الأول لأنني بحثت على الرأسمال في السعر اللي هو مثلا 30 درهمان إذن أضربتها في عدد الشهور مثلا كانت 6 أشهر أو 8 أشهر إلى آخرين وكان نقسمها على 12 في 100 إذن أنا إذا قسمتها في 100 إذا ضربتها في 12 في 100 إذن ما نكونش طبقت هذه القاعدة هنا لأنني هنايا عندي خصني نضرب فقط هنا في 6 رأسمال في 6 مثلا على هذا المثال ونضربها في 8 ونقسمها على 12 في 100 أما إذا ضربتها في 0.306 ما نقسمش هنا على 100 فقط نقسم على 12 إذن الآن إذا بغيت الفائدة لمدة أيام معلومة فقط أيام وليس شهور إذن هنا في الشهور نقسم على 12 نحن عندنا 12 شهراً أما بالنسبة للأيام نقسمها إلى 360 يوماً من الأيام إذن مثلاً عدد الأيام إذا كانت 10 أيام 15 يوماً إلى آخرين باش نعرف هذه الفائدة نقسمها على عدد أيام لهي 360 فنعرف بأن السنة البسيطة فيها 365 يوماً السنة الكبيسة فيها 365 يوماً أما هنا في بنسبة للسنة التجارية أن فقط 365 يوماً لأن السنة الكبيسة 365 سنة البسيطة 365 أما السنة التجارية إذن حفظها جيداً فهي 360 يوماً إذن ما هو السعر هو النسبة مئوية إذن السعر هو نسبة مئوية إذن هي قد ننشع إلى التمارين لنفهم أكثر بإجاز هذه التمارين إذن أول التمارين في هذه الصفحة أقرأ النص الوضعية وضعية المسألة وأكمل بما يناسب إذن أولاً أقرأ نص الوضعية مسألة وضع شخص مبلغ 5700 درهم في بنك لمدة سنة واحدة بسعر 6% إذن الفائدة السنوية يا 6% ما هو مبلغ الفائدة السنوية الذي حصل عليه هذا الشخص إذن الآن نبحث عن مبلغ الفائدة السنوية فقط الذي حصل عليه هذا الشخص إذن أول شيء إذن هذا الشخص ذهب إلى البنك ووضعه واحد المبلغ ويسمى الرأسمال هذا المبلغ 5700 تسمى ماذا؟ الرأسمال إذن الرأسمال هو ماذا؟ هو 5700 درهم ما هو السعر الذي وضع به هذا الشخص هذا المبلغ في هذا البنك؟ السعر هو 6% إذن لمدة سنة واحدة بسعر 6% إذن السعر هو 6% ويعني ماذا تعني 6%؟ يعني كل 100 درهم البنك سيعطيه 6 ديال دراهم كل 100 درهم البنك سيقضيه 6 دراهم ويعني أن كل 100 درهم مدعا في البنك لمدة سنة كاملة إذن جد مهم تكون سنة كاملة يؤدي البنك عنها كم؟ 6 درهم كفائدة سنوية إذن هنا نبحثه إذا وضعنا 5700 درهم إذن 100 درهم أعطاه عليها 6 درهم 5700 درهم مش حال غادي أعطي البنك إذن هنا غادي نبحث إذن لاحظوا هذا الجدول فهو جدول تناسبية إذن لاحظوا جدول التناسبية هنا معامل التناسب إذن هذا الجدول يتضمن الرأسمال بالدرهم والفائدة السنوية بالدرهم إذن لو ضعتي 100 درهم في البنك شحال غايرد لك غايعطيك 6 درهم والمبلغ غايصبح 106 درهم في آخر السنة هو غايزيد يزيدك 1-6 درهم إذن نظر أكتر بالدريجة بشتفهموا أكتر الدرس جد مهم هذا الدرس إذن هنا أعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول أحدد معامل التناسب وأكمل ملآة الجدول إذن للبحث عن معامل التناسب وكنقسم أعداد السطر الثاني رأيتم هذا الدرس في السنوات الماضية بأن كنقسم أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول بشي يعطني معامل التناسب. إذن كيفاش غادي نبحت عليه؟ ندير 6 على 100 تساوي 0.06 6 قسمة 100. إذن هنا معامل التناسب هو 0.06 إذن ما كان وجد معامل التناسب سهل عليها باش نكمل هذا الجدول. إذن شنو غادي نضرب؟ غادي نضرب لحظة 100 في 0.06 تساوي 6 1000 في 0.06 كم تساوي؟ تساوي 60 يجدوا 0.01 فقط إذن الآن 5700 في 0.06 إذن نبحث ندير هذا العملية حسابية لي 5700 في 0.06 إذن 6 في 00 00 42 6 في 35 34 34 34 إذن نحسب كم لدي 1 2 إذن 1 2 وضعوا الفاصلة والمبلغ الذي وضع البنق لهذا المودع هي 342 درهما هي هذه الفائدة السنوية 342 درهما إذن نمر إلى جيم الرأس مالمودع بعد مرور سنة بالدرهما هو كم؟ إذن هذا الرأس المالمودع بعد مرور سنة بالدرهما سنضير 5700 زائد 342 لكي نعرف المبلغ الذي أصبح لدى هذا الشخص الذي وضع هذا المبلغ في البنك إذن 5700 زائد 342 تساوي 6000 نكتبه الفق 642 درهما هو هذا المبلغ إذن نمر إلى تمارين 2 أكمل من الجدول لحساب الفائدة لمبلغ قدره 90 ألف درهم وضع في بنك بسعر 8% لكل مدة مما يلي إذن لاحظوا هذا المبلغ وضع في بنك آخر وسعر هذا البنك هو 8% بالمئة يعني كل مئة الدرهم يعطيها لها 8 دراهم إذن هنا مدة الإيداع بالشهور لاحظوا هنا بالشهور والفائدة بالدرهم إذن هنا أولا مدة سنة نحسب لمدة سنة كم حصل هذا الشخص ما هو المبلغ أو مبلغ الفائدة كذلك سنحسب لمدة تسعة شهر لمدة ستة شهر وثلاثة شهر إذن أول شيء سنحسب الفائدة بالدرهم إذن أول شيء سنحسب تمانية في القاعدة إذن نحفظهم إذن والرأس مال في ثمانية قسمة مئة وأحصل على الفائدة إذن سنحسب سسعون ألف في تمانية قسمة مئة إذن أولا أختزل بمئة حل قتلي تسعم مئة في تمانية إذن تسعم مئة في تمانية هي سبعة آلاف ومئتان درهم إذن هذا هذه الفائدة السنوية التي حصل عليها هذا الشخص الذي وضع هذا المبلغ في هذا البنك هي سبعة آلاف ومئتان إذن بالسعر نعم نضربها في تسعة ونقسمها على إثنى عشر إذن سبعة سبعة آلاف ومئتان نضربها في تسعة ونبعد هذه نقسمها على إثنى عشر صيفر صيفر تمانية عشر ثلاثة وستون أربعة وستون قسمة إثنى عشر نعم إذن هنا خمسة خمسة في اثنان عشر خمسة في واحد خمسة والواحد ستة الباقي أربعة ونزle الثمانية تمانية واربعون هي أربعة أربعة في اثنان وثمانية أربعة في واحد أربعة الباقي صافر ونزle الصافر الصافر وصافر والجواب هو خمسة آلاف واربع مئت درهم إذن مدة تسعة أشهر حصل على 400 درهم مدة 6 أشهر إذن هنا درجة ضربنا ده بغا نقسمه 64800 قسمة 6 أشهر إذن لدي رقم أخذ رقم 1 في 6 6 الباقي 0 ونزل الأربعة إذن لدي صفر إذن هنا أغلط سمحوا لي إذن هنا أغلط إذن ما شخص نقسم نضرب إذن نضرب 720 في 6 0 0 12 إذن 42 43 والآن قسمها على 12 نعم إذن هنا 3 في 2 6 3 إذن 7 4 3 7 0 نزل الـ 2 إذن 6 في 2 12 1 6 1 7 0 إذن نجد الأصفار 3600 نعم إذن 3600 درهم مدة 3 أشهر يمكن أن نقسم هذه على 2 أو نبحث بنفس الطريقة يمكن أن نقسمها على 2 وأحصل على 1800 درهم نعم إذن أمر إلى تمرين 3 وضعت مريم 8500 درهم في بنك لمدة سنة فحصلت على فائدة سنوية قدرها 357 درهم أستعين بالجدول وأحسب سعر الفائدة إذن الآن سنحسب لطو دن تغي لطو ليس الفائدة ولكن السعر إذن هنا السعر الفائدة إذن هنا المبلغ هو 8500 الفائدة 357 إذن لاحظوا هنا سوف أبحث عن الرابع المتناسب فقط نضرب 357 في 100 قسمة 8500 إذن في 100 نجيب إذن الجواب 357 في 100 قسمة 8500 إذن هنا نختزل ب100 حلقة تبقى لي 357 قسمة 355 وأنجز هذه العملية إذن 357 قسمة 85 إذن هنا لدي رقمان أخذ رقمان إذن لا يمكن إذن ثلاثة أرقام 4 4 4 25 4 8 32 والإثنان 4 30 إذن 7 5 4 1 0 إذن أضع 0 وأضع الفاصلة إذن كم لدي 2 2 15 16 17 والباقي 0 إذن 4 2 هي الفائدة 4 دراهم 2 هي الفائدة السنوية على 100 درهم والسعر الفائدة هو هو 4 2 بالمئة هذا هو السعر الفائدة اللي كان بحتوالي إذن النمر إلى 2004 وضع بالحميد مبلغا ماليا رأسمال مبلغا الماليا والرأسمال في بنك بسعر 5% مدة سنة فحصل على فائدة سنوية قدرها 7500 درهم أستعين بالجدول لتحديد هذا المبلغ إذن هذا المبلغ نعم إذن هنا عندي 100 درهم 5% فائدة السنوية هي خمسة دراهم إذن عندي الرأسمال كم هو إذن هو 7500 هي الفائدة السنوية إذن 7500 درهم هي الفائدة السنوية فحصل على فائدة السنوية قدرها 7500 درهم إذن أنا أستعين بالجدول لتحديد المبلغ يعني الرأسمال إذن سوف أبحث عن الرأسمال إذن كيف سنضرب الفائدة السنوية في 100 قسمة 5 إذن الفائدة السنوية لي 7500 في 100 قسمة 5 تساوي إذن هنا 7500 في 100 سنجد الأصفار على اليمين لأن في 100 إذن نجد الأصفار على اليمين ونقسمها على 5 تساوي كم تساوي 150 ألف لحظة 75 قسمة 5 إذن 150 ألف درهم هذا هو المبلغ المدعف في البنك والرأسمال إذن 150 ألف درهم إذن الآن سوف نمر إلى آخر تمرين في هذه الصفحة وضع تاجل في مصرف سنة 2018 المبلغ 48 ألف درهم وفي سنة 2020 أصبح المبلغ 52 ألف درهم وحدد مدة إيداع المبلغ في المصرف إذن المدة من 2018 إلى 2020 إذن سنتان سوف نكتب سنتان نجد السنوات أحسب الفائدة خلال هذه المدة إذن خلال هذه المدة باش نعرف أن الفائدة لاحظوا 2018 المبلغ كان 48 2020 سبح 52 ألف إذن صفى أستعين بعملية الطرح مندر 52 ألف ناقص 48 ألف تساوي نعم 48 ألف وتساوي إلا درت عملية حسابية لي تساوي 4000 درهم إذن هذا هو مبلغ الفائدة السنوية ومشي السنوية ولكن سناتان سناتان حصل على 4000 درهم إذن هكذا أكون قد أنهيت صفحة 74 سوف نلتقي في صفحة 75 إلى اللقاء